موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسليم في كل مكان اعنا محمد سليم وانت بتتفرج على برنامج لاب تيو من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصر التشعار باي فيديو جديد ينزل وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل لأكبر عدد يمكن من المتابعين يلا بينا ومع اخر حلقة عارفين يعني ايه اخر حلقة يعني الحلقة الاخيرة عادي جدا ولكنها بتبقى الحلقة الختمية عد علينا حلقات كتيرة جدا في اختبار وظائف الكلب ووصلنا لحلقة عملي اليوريك اسيد باس واقف احنا نهضره الليه يلا دايما بندخل فيه ما قبل التحليل بقى وتحضير المريض يكون صايم ولا فاطر كده ماشي وكده ماشي لكن لو واكل محتوى فيه بايورينز بكمية عالية يفضل نأجل التحليل اما بالنسبة لي العينة اللي انا محتاجها محتاج سيرم او بلازمة وان كان الافضل سيرم لان البلازمة ممكن تختارط على بعض الزمله ويستخدم مثلا سيتوريتد بلازمة انا البلازمة اللي متاحة معي هي الهيبرنيزد بلازمة والإيديتا بلازمة نيجي لنقطة حفظ العينات انتفقنا ان الافضل ان انا سحبت العينة افصلها واشتغل على طول طيب لو مش اقدر اشتغلها دلوقتي اقدر احفظها ازاي على فكرة العينة تفضل زي ما هي لو انت فصلتها السيرم فصلته يفضل زي ما هو في الرومتن بريتشار في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ايام عادي جدا اما لو عايز اطول من كده ممكن 5 ايام في الريفرجريتور التلاجة درجة حرارة 2-8 ولو انت بقى شهور بقى ست شهور مثلا ممكن في سالب 20 فريزر فروزن نيجي بقى لطرق القياس على اجهزة الكيميا سيمي اوتوميتيد ما عنديش هلغي طريقة واحدة بس وهي الانزيماتيكالرومتريك اند بوينتي سي كان في طرق زمان قديمة وفي طرق وتقنيات اعلى بس انا بتكلم دلوقتي على السيمي اوتوميتيد ودي طريقة اند بوينت عادي جدا يعني هضيف السيرم للمحلول لا يحصل تفاعل وبعد وقت محدد اقضى رئيس اللون الناتج نيجي لي المحليل بتاعتي اولا في عندي ستاندرد تمام اما بالنسبة لي المحليل نفسها الكواشف الري ايجنت بقى ممكن الشركة تجيبهه لك ري ايجنت جاهز ready to use يعني فيا الواحد بس وفيه شركات بتجيب باودر و بوفر وانت بتحله تمام كده او كده ده كويس وده كويس وبس ممكن الباودر بيكون الاستابيلة بتاعته اقل شوية ولكن بتكون نتاجه افضل اكيد من الريدي تيوز لو جينا ناخد مثال للكيتس والكواشف بتاعت محليل هتتحضر بيبقى عندي الار واحد اللي فيه الستاندرد طبعا وبيبقى غالبا ستة ميلي جرام على ديسيليتر والار اثنين بيكون عندي بوفر والار تلاتة بيكون هو اللي فيه الانزايمز زي اليوريكيز والكروكسيديز ركز معايا تعالى اقولك الاسي برينسيبل او ايه اللي بيحصل اثناء التفاعل انا معايا عينت السيرام بتاعت المريض او الستاندرد اللي فيهم تركيزات اليوريك اسد بيجي انزيم اسمه اليوريكيز بيكسد اليوريك اسد ده ويحوله له الانتاين وهيدورجين بروكساين بيحوله له مادة الالانتاين وهي فوق اكسيد الهيدورجين فوق اكسيد الهيدورجين ده بقى بيتفاعل مع مادة اسمها diachlorofenyl sulfonide ومع مادة كمان اسمها الامينوفنازون في وجود الإنزيم بتاع البروكسيديس وهيتكون في الآخر مادة ملونة المادة الملونة دي بيبقى لونها بينك اللون ده بيتناسب طرديا مع تركيز اليوريك أسد في العينة يعني لو هو بينك فاتح معناه أن اليوريك أسد قليل لو بينك غامق معناه أن اليوريك أسد عالي تعالى بقى ندخل لي الخطوات هحضر قدامي ثلاثة أنبيب بلانك وستاندرد وتست طبعا أنا حضرت المحلول بتاعي لو هو باودر ولو هو ريدي تيوز جاهز هشتغل على طول هاخد من المحلول بتاعي في البلانك واحد ميلي في الستاندرد واحد ميلي في السامبل واحد ميلي هاخد من الستاندرد اللي تركيزه 6 ميلي جرام عن ديسي ليتر هاخد منه 20 مايكرو ليتر أو 25 أو حسب البنفلت اللي معاك ما بتقول في أنبوبة الستاندرد وهاخد برضو من السامبل بتاعة المريض سواء السيرم أو البلازما هاخد منها 20 أو 25 أو حسب ما البنفلت بتقول في أنبوبة السامبل وهعمل ميكسي كويس واعمل إنكيوبيشن أحدانهم في درجة حرارة 37 لمدة 5 دقايق أو في الرومتون بريتشر لمدة 10 دقايق أو حسب البنفلت معاك ما بتقول واقدر إيس من بعد النقطة دي مقدرش إيس قبل كده تمام يا بطل وصلنا لنقطة الانت بوينت خلاص خلصنا وقت التفاعل بصبت الجهاز بتاعي على ويف لينز 520 نانوميتر وأبدأ إيس أصفر بي البلانك وإيس بمعلومية الستاندرد خد بالك من حدود الكت في القياس لها حدود أكيد يعني ممكن يقولك أنا حدودي اللينيريتي بتاعتي مثلا ما ليكون 25 ميلي جرام على الدي سي ليتر يعني أي أرقام هتقرب من الرقم ده أو بعد الرقم ده هضطر أعمل دي اليوشنز وخفف وما تقلقاش مش هتوصل للرقم ده قوي يعني أنا كده خلصت حلقة النهاردة وخلصت جميع حلقات وظائف الكلا ووصيكم بتلاث حاجات الحاجة الأولى راجع وظائف الكلا كويس قوي 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 لأن دي عينات فيها أرواح ناس والكلا عضوه مهم جدا جدا الحاجة التانية ده اللايك وده الشير حاول تعمل شير للفيديوز ولي البلايليست اللي موجودة على قناة اليوتيوب بتاعتنا على كل الجروبات وعلى صفحاتك في السوشيال ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة